ما هو هذا في فرنسا؟ بل أن يأتي الحجام فأي أخذ سنة صغيرة يقولون رأي طوير الولد مسكن مع له ما به يأتي طوير بحالة هكذا يأتي يأتي لا أعرف ما مسكن من ينجاته حتى أنا لم أردت أغير هذا الميتان أشبه لكم أسمحوا لي أن هذا ما يطح لي في ذلك ولكن في غير حقيقة ماكرون يأتي لهم المسطور يخلق واحد المشكل لكي يجعل الناس يتلهوا ويأخذوا مع ذلك المشكل وما يسولون على ما هو واقع في البلاد ما هو واقع في فرنسا؟ ما هو واقع الصحة في فرنسا؟ وكثيرا سأخبركم على الكثير من الحوايج التي سيشوككم الخط على فرنسا وعلى الواقع فيها وعلى كتكار المسلمين والسياسة التي تأخذ من تجاه المسلمين والرليجيون في الناس هذا الفيديو لا سأخبره ولكن هذا الهدار الذي سأخبره نريد أن تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس لكي كل شيء يعرف الحقيقة وكل شيء يريد أن يعرف ما يفعل في هذا الوقت كلكم يعرفون الأحداث الأخيرة التي وقعت في فرنسا في الأيام الأخيرة الحدث المعلم الفرنسي الذي قتل شاب مسلم بعد أنه عرض رسوم كاريكاتورية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمه والذي يجعل هذا الشاب هذا لا يتحمل وقتله أنا لم أكن وافق الشرائي لا مع المعلم ولا مع الشاب المسلم الذي قتل هذا المعلم وأول شيء خاصة نعرفها كمسلمين الإسلام دين السلام لا سنذهب ونقتل أي شخص بغيره لأنه يقول شيئا هناك طرق عديدة التي نريدها ونحن سوف نتحدث عن هذا الشيئ هذا ماذا لا يتحدث تبعوا معي حتى الثالث الفيديو سوف نقوم بحلل وناقش ما يبدأ أنا هو ماكرون في هذا الوقت هذا لديه أحد الأزمة كبيرة الناس لا يريدون الحكومة لهم فشلات ما يريدون أن الناس يستقلوا ما يريدون أن الحكومة في الحكومة ما يريدون أن يخلقوا بعض المشكلة الإسلام لكي يستطيع الانتخابات الجاية طبيعة الحال يريدون أن الناس ينتخبوا عليها أو ثاني لا تتعطي للناس الحلول الناجعة كيف سوف يقوم بها أو سوف يقوم بها الأيكونامية لفرنسا التي لم يتمسكنا لا يمكن أن يواجه الناس ويقول لهم كيف سوف 32 ألف الفرنسيين ماتوا بسبب هذه الجائحة وهناك الكثير من الأزمة التي تعيشها في فرنسا ليس غذابة ولكن منذ سنوات عديدة فالطريقة الوحيدة التي تبدو أن ينجح هي أنه فرق فرنسا لكي يضعف الناس ونرى أنه فرق كذلك فشخة الحكم هو كون بوليتيسيا كان موديري يعني في الوسط ونحن لا يعرفون أن هناك الأحزاب الشمالية والأحزاب اليمينية وهو بدأ في الوسط ولكن كل مطال في الحكم هو الذي نرى أنه يتحرك من الوسط أو يتحرك ليمن أو يتحرك أو لأن هذا الشريح المجتمع لا تريد المسلمين لا تريد المسلمين لا تريد المسلمين وهي الذي يظن أنه سوف يتحرك بحث انتخابات الجائحة والمحزين في الأمر هو الذي نرى بحثة البروباغاندا خائبة التي تشنها الحكومة الفرنسية ضد المسلمين وهذا ليس حال ولكن في الأيام الآخرة كيف يتحرك الحدة البروباغاندا تزادت كثبت 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 وفي العالم الميديا تقول كثبت النبات وثانية وثالثة حتى تقول حقيقة هذه البروباغاندا حرب فكري الحكومات دائما تكون لديهم واحد العدو واحد البوكي مان وهذا البوكي مان في فرنسا ومثالثة الدول في العالم هو الإسلام وهذه الحكومات تريدون فرنسا تريدون يعيشون في خوف من الإسلام لماذا تفعل هذا فقط تبقى لديهم لتكون لتكون لديهم لديهم تقول لشعب وما تريدون أن يكون تروريز لا يريدون هذا القانون لا يريدون أن المسلمين يقلوا لديهم هذا القانون ما يستخدم الحكومة فهذا يستعملون العدو ومثال كمه لعنى تقص من الحرية العامة المواطنين ما يستعملون الماديا شركات الاجتماعي والثقافي والسياسي وهذه القوانين التي تدخلهم الحكومة كيف يساعدون غير الحكومة يساعدون الناس الأغنية الذين لا ترونهم في التلفازة هؤلاء الناس الذين يحكمون اللوبيات والشركات الكبار والقاع السياسيين كل شيء الذين يحكمون الخافاء فرنسا تشجع أو حرية التعبير ولكن السؤال الذي يطرح نفسه فوق حرية التعبير تقول أو التعبير فوق حرية التعبير وهذه القوانين صعبة للإنسان يتعاقب عليه إلا يقول مثلا هذا السيد لا يفضل ضربوه فعلوه 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 يعني شجعته على العنف ولماذا كان هذا القانون في فرنسا وفي الكثير من البلدين في العالم لأن الناس لا يريد تعطي للحكومة السلطة الكاملة لكي تقرر من هذا النحية نفهم ولكن نحن كمسلمين لا نريد أن نظهر الإنسان الآخر الإسلام لا تقول شيئا خائبة التي ستؤدي الأخ المسلم أو إنسان أخر يعني القيم لا يسمحون بأن نقوم بالحكومة هنا ولكن يقول لك حرية لي لا يمكن أن تفهم أنها حرية ولكن أريد أن نهضر على الممارسة من هذه الحرية التي قلت حرية تعبير لا يمكن أن نقول أن هذه الحرية أنت أغليد أنت خائب أنت سنان مخاربقين أنت وجهك بأين بشكل طيب كيف يحسن هذه الحرية؟ لا يمكن أن تضمر بسيكولوجيا يعني أنت حرية لك لكي تقول له ما أريدك ولكن ما هي ملازفة من هذه الحرية من هذه الحرية على أحد أخرين؟ هذه الحرية ستتضمر ستوقع إلى قتل رأسه وكان لكي أن قتلوا رأسه بسبب تنمور وسأنتج عليه التي ستتعامل من شعب طريقة معينة وفئة من شعب أخرى وسأنتج عليه العنف في فرنسا ستكون محجابة في فرنسا حتى يأتي شيئا أو شيئا كيف ستكون محجابة ماذا أفعل؟ هذه الحرية توقع الانسان لا إنسانية ترجع الإنسان ليس إنسان لماذا هذه الحرية خطيرة لأن هذه السياسة التي استعملتها في فرنسا هي نفس السياسة التي استعملتها النازية لكي تدري لهم كاريكاتور أن نفهم طويل أن هم ألمانيين أو أن هم في ألمانيا لا يسهل شيئا لكي تتحول العنف أو تتحول أن العنف شيئا نورمال لأن لا يسهل شيئا لأن سنعرف إبادة جماعية والتي بدأت في ماكرو أو الحكومة الفرنسية هي أو المعايير المزدوجة هم يقيم التي هي فصل الدين على الدولة يقيم حرية التعبير وتقول لك تقيم حرية الدين ولكن ليس بالنسبة للمسلمين تريد أن تبسي الحجاب أما تريد أن تذهب بالمدراسة أن تتغير لا تتغير لأن لا تشتغير لأن نحن 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 شيئا أخرى ما توقعت مات كثير من 50 المسلمين في نيزيلاندا لأن ذلك الذي يظن الذي يلعب فيديو مرح ماكرو والحكومة الفرنسية قالوا أما أترجع سيكو 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 ولكن يأتي شاب 18 عام جاهل ويقوم بالعمل الشانع الذي يقتل معلم فرنسي الذي يجمع المسلمين كاملين الذين يطبقوا الإسلام على حقه وطريقه سيقول الإسلام لا يقوم ويقول الهدرة الخائبة في رسول الله رسول الله لأن كانوا يقولون خائبة في وجهه لا يقتلهم لذلك لماذا يأتي هذا الإنسان الجاه الذي يدمره لا يستطيع أن تتكلم في عمره 18 عام لا يستطيع أن يعرف الإسلام جيدا ويقوم بأحد العمل الخائب المسلمين كاملين يؤديوا التامن لماذا؟ ومن المسلمين المساكن المسلمين يتطعنوا بالموس ليس إرهاب هذا يمكن ما المشكلة المساكن يقولون إرهاب من المسلم يديرها ولكن الذي يديرها يقولون هذا أحمق لا يوجد العقل خمّة العدالة كانت الكثير من الأمثلة التي نستطيع أن نذكر في هذا الشهاد ولكن لا يريد أن نخرج على صلب الموضوع يقولون الكاسيدي يريد أن يدير الإسلام ولكن أخر مرة رأيت دولة لا تدخل في شؤون الدينية أخوة لماذا يريد أن يدير الإسلام يريد أن يدير الإسلام أعطي المسلمين ومن يمكن أن يطلق ويجعله 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 لأن هذا الشخص ليشح ويجعله ويجعلها حل رأسهم ما يقولون المسلمين لا نقولون عن أو ضد نعرف ولكن يريد أن نستطيع أن يطلق لأن الناس يقولون يشبغل يجعله وأنم تأخذوا الميكرو و تتعطي لهم لديكم و لا تتعطي لهم حقاً مثلاً في الفيغارو لا يمكن أن يقول لهم جيداً في المسلمين و لا يمكن أن يردوهم لأنه لا تتعطي لهم البلاتفور فرنسا تقول لك بلد ديمقاراطي ولكن لا تكون شيء ديمقاراطي في ذلك ما تفعله الديمقاراطية لا تتعطي لغير رغبة المجورية ولكن خاصة تحترم المنورية يعني تصول على الـ diversity شيء ما فرنسا لا تغيرها إذا ماكرون لديه مشكل كبير مع الإسلام ومع الـ immigration بالمعنى في الـ ومع الى فرنسا كانت أيام زمان إمبراطورية استعمارية التي تأتيها تحطرها حالها في البلدك و تقول لك أنا قد يكون مستر و نتلعب بي ما أريد؟ تفرض عليك السيادة و يظن بأننا لا نعيش في ذلك الزمان و عندك العقلية أنا مستر لا لا لماذا تأتي لك الـ immigration لأنك شفرت لهم طراوات الطبيعية كاملاً و كما استعمرتهم و أشفرت لهم طراوات الطبيعية و أصلت لهم على كل شيء و أبنتي فيهم ثقافة تخلف و كما لا يأتي لك لا يأتي لك لا يأتي لك هذا الناس يريد أن يأتي لفرصة لكي يعيشوا لكي يأكلوا و يأتي لكي 1% من ما الذي أخذته لهم من قبل ولكن هذا السيد يريد أن يعيش في عالم الإحلام يريد أن يجب أن يكونوا ممتنين للدولة الفرنسية التي أعطي لهم المساعدات الاجتماعية أو المساعدات الاجتماعية أعطي لهم أو القراية أعطي لهم المستشفيات أعطي لهم الحرية ما من الحرية؟ لا يوجد حرية فرنسيين لا لا يوجد حق أن يقولوا أنا مقيم فرنسي وأنا كنت طالب بالحقوق لا لا يجب أن يكونوا ممتنين ولكن الحقيقة ما كان هذا ماكرون يريد أن يعرف ممكن مقاريش التاريخ أو ممكن يتجاهلون أو محدد من هذا يريد أن الفرنش أو طبقة الأريستقراطية في الحرب العالمية الثانية باعت فرنسا للنازية الألمانية ما الذي ينقل فرنسا؟ ما الذي يتحارب من أجل فرنسا؟ المسلمين المسلمين كانوا يأتي من المغرب من تزاير من تونس ويحاربون كاملين لأجل فرنسا نسيت هذا يا ماكرون يمكن من المثلين فرنسا تهدمت في الحرب العالمية الثانية ما الذي يتحاربها من جديد؟ المسلمين وما الذي يحرك لها الإيقانومية من جديد؟ المسلمين ولكن فرنسا يستمشي مدابة ليس هذا هذا ما الذي نرى المسلمين مع فرنسا يرى مانفستاتيات جديدة للشركة من الفرنسا كان مع اليهود كان مع البلاك بيبول كان مع العرب ودبر مع المسلمين ولكن التخبر من هذه المجتمع شهر الكبير من المجتمع أم من العالم كامل أجل المليار من الناس في العالم كامل وهذا ما الذي يدرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أعطاك على المسلمين أجمعين وأعطاك على أغلى وأحب خلق الله أغلى وأحب إنسان على أي مسلم كنا نريد الكثير من أن أمي ولله أخي و أخي و أخي و أختي نفديوه بعمرنا ولكن في فرنسا لا ترى أن المسلمين لديهم دور فعال في المجتمع في فرنسا هم اللي هزين البلاد يلعبوا دور كبير في المجتمع و في الحكومة و في السياسة و في الكولتور و في كل شيء المسلمين هو دور كبير في النجاح في فرنسا ما هو الحل لهذا كامل؟ كيف يجبنا نتعامل مع هذه الوضعية؟ كيف يجبنا نغياجه؟ إذا نريد أن ننجحه كأمة إسلامية يجبنا نعزه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن السياسات التي يمكنهم أن تبعوها هي نقاطع كل منتوجات الفرنسية حبا و دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و حبا في ديننا الحنيف الإسلام خاصة نعيو الناس الشباب الدراغي صحابنا و صحاباتنا على السيرة النبوية نهضروا على الأعمال التي يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع هذه الوضعية؟ كيف كان يعيش حياته؟ كيف هم الحوايج التي يمكنهم أن تعلمون منه؟ كيف كان واحد رجل مسالم لكي يتعلموا لكي يتعلموا مسلمين و عندهم واحد لانتاغي يريدون أن يعرفوا القصة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة الإسلام نضموهم من جهتنا و لماذا لا يتعلمون أخواتنا نهارين إن شاء الله؟ و لماذا لديهم بلاتفورم يستعملون؟ عندك شين يوتيوب 10 ألف أبوني هذر على هذا الشيء بطريقة التي تقدر تهذر بها استعمل أي شيء انستغرام و تويتر لن يضعوا سوسيو كاملين استعملهم كل هذه هي طريقة ولكن كل شيء بشكل سلمي أعرف بأن هذه ستكون صعيبة ولكن إيماجيني للمسلمين كاملين في العالم كامل سيوقفوا التعامل مع فرنسا ماذا سيقع إليه؟ صافي ستوقف المسلمين كاملين في العالم كامل يجب أن يتحدثوا لأنه في الاتحاد قوة كل المسلمين كاملين هضروا بحل الذي يهضر أردوران أرويجل الله أعطيه الصحة كل المسلمين كاملين في العالم كامل خرجوا بحل الذي يخرجوا الأتراك و يغنيوا و طلعوا البدروا علينا لا أعرف أن تتكشي كل المسلمين كاملين الذين كانوا في فرنسا لا يمشون الخدمة و يقوموا إضراب لا يتوقف كل المسلمين كاملين في فرنسا لا يدفعوا الغال يصرفوا المملكة ليس لما يحتاجونه ولكن يقاطعوا شيء لأخر كامل الأيكونامية في فرنسا ستوقف توليف الحاضر يجب أن نعرف بأننا نحن المحتاجين هم الذين يحتاجون لنا ليس نحن الذين يحتاجون لهم ستجعلون أنه لا يفرض عليكم لكي تحيدوا الحجاب لكي تخلوون المدارس والأماكن العمومية لا تذهب إلى هذا المدارس قرار في الدار يجب أن نرى الهومسكول فرنسا أهم شيء الأخوة لا تغياجون بطريقة خائبة غياجون بطريقة حضارية ومسالمة وبوزيتيف وكلما ينتم الجانب الإيجابي للإسلام كلما سوف ننفل ونؤثر على أشخاص أخرى لكي ينضمون الإسلام ويعاونونا وهذه الفرصة الكبيرة التي لدينا لكي نحق هذا الهدف جمعوا كاملين كمسلمين وفي الاتحاد قوة دعونا من هذه الحرب الطائفية هذا يقول أننا لدي الحق والأخر يقول أننا لدي الحق تديروننا هذا الشيء لكي يدمرونه من الداخل لن نجعلهم أن يحقوا الهدف نريد أن نهضر على هذا الموضوع بطريقة لدي وخاءنا البوليتيكس أو السياسة لا يوجد نيش لا يوجد شيء لا يوجد شيء ولكن كما يقول We have to do what we have to do نريد أن نفعل هذا الحواج الذي نريد أن نفعله سنختم بهذه آية القرآنية إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزوه وتوقيروه وتسبحوه بكرة وأصيلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ترجمة نانسي قنقر